السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله هنتكلم معنا المخارج ونشيديكم فيها الستوائشن والجزاء خليها ندخل على طعم المخارج عشان فعلا لو ادستر في المجال ده ودست في الحتة في الجزء ده هبقى راضية جدا ان انا يعني ان شغل حاجة مفيدة او حاجة مهمة جدا ليكم تسبدوا فيها في الترينيج او يساعدوا في الترينيج يساعدوا في الترينيج ويساعدوا في الترينيج الصحيحة الطيبة انا كمدخل لموضوع المخارج اعمل ايما عن سلم تلعين انا ادخل عطل عن موضوع المخارج وتعريف المخرج اللي عليكم وخليكم سيمكم واسمتش زكاني يعني ياثروا الدنيا عليهم اسهل طريق للباب بدل الطريقة النظر المعقلة اللي فعلا كانت اعقدتني من مثلا التجويد في البداية لكن عندما جاء الناس يؤثروا في الموضوع فعلا الناس يبدأ جدا التجويد علم ممتع للغاية فعلا شو حدش يعرف كده غير اللي دخل فيه اول حاجة اول حاجة ابدأ لهم ان الحروف الساونس في الاربك ليس كثيرا الانجلس هنا غير الساونس هنا انا نفهمتك فعلا يكونوا عارفون اشكال واصواتها طعبت النور الباني وكذا عارفوها حتى لو لم تقوش كل حروف صحة لكن هوا عارفوا اشكالها وعارفوا اكتبوها وعارفوا اذا ده او اشوفوا ان هذا كذا وانذا كذا لسه عارفوش لا يقدم لهم موضا ده لهم وعد كده ادخل على مخارج حروف بطريقة سيستماتيك مع الصفات ما يديهمش الحرف ويعمل كذا واصلا ما عندوش المخرج لسه ما تكونش فالمفروض انها ببنيه مش زي مثلا او انا برشح الواحدة عربية اقول ايه ايه احطي مثلا هامزة ابليه طبعا الناس توجدها يفهموني احطي هامزة ابليه احطي على اي باون وبعد كده او اي حركة وبعد كده احطي على الحرف النفس سكون وجبيل المخرج لا احنا ما عندوش اصلا ما عندوش البوكس اللي فيه المخرج ده فبفروض ان انت كا تيتشو انت حضرتك كا تيتشو تعمل ايه مع الاجنابي تكون له المخرج يعني غز PU人 المخرج الله و�مه بالح efydd دي تمام I will first I will first For me for example I will say you need first to recognize and know how to pronounce some distinct sounds that different from the English language or dont exist in English even at all في اصلا' sounds وشغلة في English اصلا او فده اختلف شوي لازم باعرافهم تمام؟ يجب أن يكون في أكتنوجين كده اليوم ونتعرف عنه هاو؟ سأريدك الآن الإرابيكي سيستم و سأخبرني هاو إنه مختلفة، مختلفة مختلفة من الإنغلية مختلفة 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 يعني مختلفة مختلفة من الإنغلية حسنا؟ لنرى هنا في الإرابيكي الأفضل لدينا كمية لتعرفة؟ لو عرفينا يقول لك إيه؟ هاو؟ مهلا؟ all of them you have their equivalents in your English language؟ They would say no مهلا؟ لا most of them they don't have their equivalents in your English language great job so can you tell me about the letters that you may pronounce in your English language in your native language they would say مثلا الباء والدار والفاء والهاء والياء والكاف والميم والنون والسين والت وهي الاس والتي والو وهي الوه والمستعين الجه والجمي المعطشة والزي الزايا جيدا that's perfect tell me about the letters that are the sounds that you do find in your English language okay But before this tell me about the we have other sounds that you have in your English language dicho in English For them a separate letter لديك شئديهم في اللغة بتاعتinea separate letter لديهم في الضغة الإنجلزية سيبرانت لتلتر زي A دايس الشه الاس و اله بل قطء شه تمام والذال ذا بعد تي اتش مستوى مستوى بالظبط زي انا ماشي مشا نركز ذا على الموضوع بالظبط المهرج بالملي و اي تاني اكسلان الظا ذا 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 مع قامة ترسبلترشان لكن المها يبقى د اتش يو او اتش اتش يو اتش ار أسا ذب انا ماذا عن التطور الثلة الموجودة التي تحتاجها في طالب الاتجال؟ اتش من الانها القوة اليوم فهنا اذا لكني مرتفع على اتنين منهم مثلا مالذي هم الأطفال التي أخذتكم؟ أخذتكم مثلا حرفين لا أعرف أنهم يقبلوا لي كمشكلة مع الجانب وطبعا أن هذا الأطفال أيضا سبحان الله، لأنني رأيت أن البناء الأطفال يصبح أسهل من الكبار وعند لفل 1 أسهل من لفل الأعلى فسبحان الله فعلا حرفين هم من جدا توقعي هم حرف الحاء وحرف الخاء كنت أقرأ طالبك مثلا في بداية صور يعني جزء أعمى وكذا لديك صعبة جدا مثلا بقولوا الله أحد أحد والخاء ليس سهلة هيا لنرى كيف يمكن أن أخذهم كيف أخذهم أخذهم هذه الأطفال هذه الأطفال أيضا عملت أيضا بريل الصور كي سهلت الدنيا حاولتها حاولت أن الدنيا ليس صعبة لكن أيضا لو أسمعكم أن هناك حروف تختلف إيه هم أقولهم كلهم طبعا وبعد ذلك أبدأوا إيه هم بالضبط بتوع النهار مثلا كده حروف تلك النهار يجب أن أخذهم شكلها شكلها في أول كلمة initial position in the middle position and the end at the end of the words or end position حيث حرف الحياة كما أرى أن هذا initial middle and end at the end maybe I'll give them other words يعني ممكن أدون كلمات كده مختلفة تمام مش من القرآن بحيث أن هم اتعرفوا عن على الحروف في كلمات تاني يطور القرآن يعني قرآن بالتشكيل و وهي قرآن الكلمات الجزلة و الجمدة يعني ممكن استرروا الموضوع في أن يحطرهم في كلمات بسيطة حيث حيث من ظل الحكاكة مهمة جدا طبعا أن أبين لغب أن حرف الحاة في شبه من حرف كلمات لا تطلبطوش حاة مثل جيم و كلمات و تعمل خلال ما بسيطة و احسن بالخلال تمام لنرى ما يعني مخرج أترون و كيف يتعلم و كيف أكلم أكلم قربه أترون كلمات هناك أريد أن أتعلم كلمة أريد أن أتعلم مجرد أن مجرد سألكم سؤال وانا أسألتك سؤال لماذا تجد أن تقوم بكثير أن تقوم بكثير ممكن أحد يقول لك لا أستطيع أن تجد هذا ما يقول لك يعني يمكن أن أحد يمكن أن تبكين من اللغة لو أنتم عارفين تقوله نفس كم و ندخلوا على الموضوع كانت أحب بصراحة الجانب الذي أدامه بحيث أن الفكر يشتغل عايز أوصى عايز أوصى المعلومة و في الأخير ينتظر مني معلومة فما ينساهش أبدا مثلا أنا أعمل brainstorming للطبق معين أسأل و أعمل الانستيجيشن للموضوع بفكر السيريس بحيث أنه يبحث يدور في دماغه و يفكر ممكن أن يفكروا أو يبحثوا على جوجل بحيث أن الموضوع ما يبقاش سهل كده يخذوه بكل سهولة لا موضوع الشغل موضوع الموضوع في عمره و في حياته ما ينساه تمام؟ لذلك قبل أن أسألهم لماذا يبقى الموضوع من الموضوع الموضوع أو من الموضوع الموضوع بصوبة مثلا أقول عن لكن ني ليس نحن أبي أنا ليس ناريب لماذا بالتأكيد المخرج كانت دائماً هو المنظر إذاً نعملًا هو المختلفة أيضًا لا نعرف موجودة للميش ما إلى المشوف لا أعلم كيف أدري هذا الأفرارات هذه أفرارات المشاكل ليس أفرارات المشاكل موجودة الأفرارات المشاركة and I found a trouble I have trouble with it تمام حتى نقولك I don't understand the mechanism or the system behind this letter it's difficult it's weird تمام اكيد طبعا في كل اللغات تلاقي حيات غريبة عليك and how you pronounce it if I told you now say ha how you pronounce it شوف الدنيا عنده على ازاي وووصد غريبة فين وفعا كذا ابني أنا وووصد غريبة فين ونهابني من فين لفين هلولك ها oh so no it's supposed to not be like ها you have to understand this aspiration part in your throat okay so in saying أحمد no it's wrong no it's wrong so let's see I don't want to talk about the language and how we're going to talk about it we need to talk about the language or not the language we need to make fun this topic this topic was Shakespeare or the people who did because these people which didn't talk about كانوا فعلا ان يخبروا ماذا بالتحك ماذا ما غريبت وماذا ان تتحدث عن هذه المصرحية الفكار فعلا الموضوع يأتي oh في جد ويعي ان اخبروا ان يقول يقاض مثل عاد كبرة الحاجات المتعجيبة تماما فنحن نريد أن هذا الطالب يصل أنه يعرف ينطق السؤال هل هناك في الإنجليش في الإنجليش هناك شيئا يسمى Voiceless شيئا يسمى Vibration لا صراحة الكتب لا أرى الكتب عن الموضوع لا أرى مثلا Voiced Voiceless في Aspirated Sound وفي Not Aspirated لكن إذا كان هناك هواب ونخرج ها 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 في Aspiration تنفس لكن ليس موضوع Voiceless و Voiced لكن عموما لو شاهدت موضوع Voiceless و Voiced لكن عموما Voiced مثلا Voiced لأن Voiced Vibration The Vibration كده نفس نفس في العربي أصري في الإنجليش موضوع أن تقربوا من الوغتين هذا تحفة يعني بيعهم الفرق جدا عند الطالب فأنتم يريدون أن أقول لحضراتكم مثلا Voiceless Voiced sounds in the English language Okay مثالين جدا ممكن أوضحهم لحضراتكم من خلال الفيديو منفصل Okay So let's go to topic يعني أنت خذت مقدمة كبيرة جدا فعلى الشي نتخذ بها في موضوع What's the definition of مخرج or what does it mean the word مخرج in Arabic So Yeah طبعا بعد أن يكون الكامل دا المفوض يكون يعرف the correct position of the organs of speech in order to فيه الناس يقول produce والنها بكده في الناس يقول originate في الناس يقول articulate في الناس يقول articulate في الناس يترفظ أو utter بارد يترفظ تمام؟ أو articulate يعني ينطق ينطق من الثلاثي لذا يمكن أن تكون دفعنة من الثلاث إن الأشياء يجب أن تعرف من أين يجب أن تفضلها و من أين يجب أن تفضلها حسنا جيد جيد حسنا لكن لماذا يجب أن أعرف المخرج من الزمان؟ حد ذكي يعني اسأل السؤال العجيب طبعا موضوع أن أنا أعرف السمس بتاع الزمان أو من أين يجب أن أفضلها هذا هو باسيك يجب أن تعرف يعني عشان كده طردنا أقول لهم في البداية طبعا بعض التوصيات للناس إذا هم في البداية نفس لا your for example say perfectness or your perfect pronunciation okay will not be perfect or your pronunciation or your recitation will not be perfect unless you pronounce each letter perfectly you know from where I pronounce it or the sound originates from where it originates or from where it produced تمام and also you have to know how to write it in all cases فطبعا يعني أعرف كتب فين في الأول وفي النص وفي الآخر بالكتب الزي initial position middle position and the end position تمام so can you tell me how can I know the مخرج of the letter and how I study it imagine that how can I tell you about the مخرج of any letter in the Arabic language يدفقر لك إبام should know the characteristics of this letter perfect excellent job which means characteristics means صفات great job so in order to pronounce it completely and correctly you have to you have to know the صفة or the characteristics of this letter and the origin أصلا ويخرج منين أصلا okay great job في ناس الموضوع اللي أنا أعرف how to know the مخرج في كتب اختلفة في الموضوع ده آم آم يعني أقول لك أنا يعني ما شاء الله قرأت في كتير يعني لكن أسنلك some books في وغير الله درسها أصلا to achieve the correct مخرج of the letter you have to practic via or by placing the scone on it and precede it with همزة with كسرة في كتب قيت لك لا أحط any vowel with any vowel لكن الموضوع ده تبقى فوكس ده مهمة يعني يقول له with كترة with كترة أحسن تمام تبقى فوكس أفضل وأفضل بدأ ما تقوله with any vowel يبدأ باين with any vowel يعنعمل إي in on in آم بصراحة دي صح ودي طبعاً logical أكتر with any vowel مثلا درسناك الأذر لا with كترة تمام so again to place a scone on it and precede it with همزة with كترة with كترة and then with hamza with كترة and with alf إن الالف دي مختلفة تماماً لحن لو درسوها صح يبقى مختلفة طيب خيراً حسناً حسناً لدينا اليوم two letters two different letters وهو الصحة و السيسيماتك وين أنا أقولهم على كل المخارج أو كل المخارج أو كل المخارج أو كل المخارج حروف يعني هو الجوف والحرق واللسان والشفتان والخشون ونبدأ بأسلسلة معينة لكن أنا عن نفسي معاكم أعمل كده يعني سأخذ الحروف الصعبة مثلاً ضد مثلاً لا تعلمين اليوم سأخذ الحق والخاء كده لكن طبعاً الجوف مثلاً the oral cavity الحلق the throat the lisain the tongue الشفتان the lips خشوم the nasal cavity so we have five main categories of مخارج okay so what does it mean الجوف the oral cavity حلق the throat lisain perfect tongue شفتان lips خشوم nasal cavity so today we have two only two sounds خاء and حاء they are similar to each other but they are completely different so how can I pronounce it okay try with this way I told you what مثلاً كتاب دكتور رحمد من أيمان السعيد لا كذا طريقة في صراحة الترب طرق معرفة مهرج لكن خلينا ما stuck to one way اللي هي حرف وضع همزة قبل الحرف وضع سكون و يقول ان اللي سيكون وضحاء ونسان اح ونسان اح لا اح 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 ولا اح اح so what i should do now what should i do with them okay i will tell you we will tell them if they pronounce it wrong say it's important to know how to pronounce it through some situations يعني يعني حديكم مثلاً مهرجة تعرفة انت الحرف دا okay already it will act it out for example here حرف الخاء ولا بلاش خاء داي لن يقليها الخاء okay حرف الخاء what's different first in the in writing them what's the difference between them yes خاء with dot excellent and حاء without dot perfect حاء how can i pronounce حاء بولك حاء مثلاً when you it's like the sound when you you make your your throat clear or when you clear your throat like this in this way okay or if you eat white pepper and you say like this can you do it can you do it yeah they will they will make it they will do it طبعاً مش ميكة هاي عملو نفس الامتاشن لي حركة حضرتك أو حضرتك يعملوين they will keep their mouths open or wide when they do this when they say clear the mouth or their throat sorry they will say like this say this is حاء excellent great job تمام حاء 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 in this way you got it perfect الموضوع بقى لو درسنا في العربي يقولك حينما ينقطع مش عارف النفس فهذا مخرج الحاء حاء هذه طريقة يعني الموضوع الموضوع يقرؤوا بها ويفهموها لا ترى بصراحة هنا حتى في العربي لا ترى يعني مثلا في الأقصى الحلق the deepest part or أدنى الحلق اللي هو the closest part or the throat closest to the mouth يعني فلا دا ولا دا لكن هيكون وسط الحلق اللي هو the middle of your throat when you pronounce حاء and عين صحيح كده مستسابنا من العين دلوقت أوكي تمام what else عايشة اللي جاية دي صعبة شوية يعني لحد ما علينا حرف الخاء when i pronounce حرف الخاء يعني يعني يعمل نفس الموضوع proceed it with همزة بتكسرا اي and then say pronounce خاء يصي اخ 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 it's difficult so how can i pronounce it طبعا في طريقة يعني ممكن توصلوا للموضوع دي من خلالها السيام مش كويسة حتى ما like the sound of forcing flame the sound when you're forcing flame out of your mouth طبعا انا ترجموها مش دعوان انا فتروح بتقريب فهو flame out when you force it to the sound this flame out it's the مخرج of okay i know it's disgusting it's not it's not good okay to say this but we have to say in order to pronounce it right so it's i know it's gross it's it requires يعني listen a great effort to know it but if you know this information if you imagine it you will find it so easy okay so pronounce it now اخ like like this so they pronounce it right so sorry for that so simple so easy i think in the sounds that مش صابي خالص اه ممكن مرات الجاية انشاء الله كما بيت حروف الصعبة ذي الطق والضاء والضاد مثلا والعين والغين حروف دي اخدهم like serious واربعاني okay i hope it's clear ممكن طبعا 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 لديك كثيرا ، تساعد الكثيرات تساعد الكثيرات تساعد الكثيرات ثم لتساعد كثيرا كثيرا في عمل ذات في حلات أطلقه ثم انتفر ورشت لهم علم لذلك معلق وصول لذلك مرسكو خيارك thres اشتركوا يا اشفال اميتاذ ذلك يعطى الاوز المشكلة يعطى الاهي هذه المشكلة بيسمعوه أو حضر ايضا تسويه لهم يعطى الاهي عملوا مشكل م choكم لانتفين ذلك من أنتم بذلك من أنتم بنزبانه على المستمرين من أنتم بذلك من أنتم بذلك تتباه لهم جدا كدها انا اعطى أننا جزئا أن أفضلنا اليوم وان شاء الله سأدقي لو يمكنني بإمكاني بسيطة في تظهر و تظهرها و بعد فتحها لربكم سيجدني دفع أكثر كذلك الله خير سبحانك الله و بحمدك شالالاند استغرق و أتوبه لك